أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على أهمية الدور المجتمعي التوعوي الذي يقوم به ديوان لتشجيع الشباب وإرشادهم نحو فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف إنشاء المشاريع الريادية والتشغيل الذاتي وأيضا جاء ذلك خلال افتتاحه الاجتماع التحضيري لإنشاء النوافذ الإرشادية ومناقشة علية تنفيذ مبادرة الرخصة الوطنية الأردنية لريادة العمالة فيما أشار الناصر إلى أن فكرة إنشاء نوافذ إرشادية بمكاتب خدمة الجمهور في مركز ديوان وفروعه في المحافظات تنسجم وخططه في التوسع الجغرافي وإنشائه مكاتب في جميع المحافظات بيّن الناصر أيضا أن تشريعات الجديدة لنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه تعزز مفهوم تطوير المهارات والكفايات الوظيفية وتشجع التوجه نحو فرص عمل التي يخلقها القطاع الخاص للاستفادة منها هذا حقا يسهم مع التحول نحو التعليم التقني والفني في التخفيف من ظاهرة الفقر والبطالة إلا أنه إذا ما تكثفنا جميعا وننتهي من ثقافة الانتظار والدور في ديوان القمدنية لأنه قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف محدودة لا تزيد عن نسبة 10% من إجمال الخارجين السنوي الخارجين السنوية بتخرى لـ 70 ألف تقريبا يقابلهم تعيين بين 7 إلى 7 ألف بأحسن الأحوال إذن يجب أن نبحث عن المفرص البديلة مفهوم التشغيل بده شغل من الجميع بده تعاون من الجميع لكن بده مبادرة من الشاب نفسه والشابة بحيث أنه نقبل على الانتاج نكون منساهميا في التنمية المستدامة بإذنه